أصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقف بكم ملكان ملك يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي ممفقا خلفا يعني قاعدة حتى قاعدة وليست قضية مال حتى قضية جاه قضية تنازل قضية عفو يعني الآن مدامنا مقبلين الآن يعني كيف العفو والتنازل ترى الصدقة الله أكبر يقول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بيننا فهنا قد جاءت الصدقة قال كل تسبيحة صدقة كل تهبيلية صدقة أمره بالمعروف صدقة يعني إماطة الأذى الإصلاح كلها تدخل في الصدقات لأن بعض النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب يعني ما عندنا ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون وأن ما عندنا مثلهم فلذلك الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء يعني وكل شيء حتى النملة في جحرها أعطاها كل يعني الله سبحانه وتعالى أنزل كل شيء بقدر يا ربي لك لا تظن أن عندما تقرد شيء لكن لا تستعجل لا تقول أبا تصدق أجرب هو بيرطيني ربي ولا بيعطيني لا كن على يقين يا سلام لأن في اثنين تصدقوا وقالوا حد للثاني أنا تصدقت ولا زالي شيء وأنت أشوفك كاريه أنت صدقت بتجرب وأنا متصدق على يقين يرقينوا حسن بلد بالله لذلك ترى هذه قاعدة مهمة في قضية الصدقة لا تصدق وانت يقولوا أبجرب ربي بيعطيني ولا بيعطيني فتصدق واشوف مريضي بيطيب ولا بهم بيطيب ما تدري من كل رأخ الله لك في وقت أعلى من هذا الوقت فميزا